بنا نحكي عن اول نوع اللي هو البرايماري بحكينا لما نحكي عن البرايماري كالتور انه انا باجي وبجيب خلية من كأن حي ايه في عنا ايش ايش عنا نسل ايضا بنجيب خلية بنشيلها من اي كأن حي and placed in a suitable culture environment will attach and grow are called as primary culture. يعني انه انا بجيب خذية من كائن حي. وبحطها ب suitable culture environment ببيئة حتى اني ازرعها مناسبة بعدين اهم ايش انها تعمل attachment and grow ليش? لانه ليش انا بهمني انها تلتصق بالوعاء وبعدين تبدأ بالانقسام لانه الله انتصنا محمد من شروط الانقسام من شروط الانقسام لأي خلية انها تيجي تلتصق هاي الخلية بالوعاء. عشان هيك لازم نصر في عنا attachment نتيجة الattachment حيصر في عنا grow. هذا الاشي ايش بنسميه primary culture. اذا انه اجيب خلية ولو شايفين primary culture have a finite life span من 5 ل 10 divisions in vitro. ليش? لانه انا جبت الخلية وخليتها تنقسم على راحتها. بالnormal خلينا نحكي growth rate. انه بالوضع الطبيعي normal growth rate لأي خلية الجسم الانسان من 5 ل 10 انقسامات. فانا جبت الخلية وحطتها ببيئة بس انها تحفزها على انها تنقسم الانقسام الطبيعي. بس ما اعطيتها اي مثلا محفزات اخرى على انها تنقسم انقسام فوق الطبيعي. زي مثلا the gross factors. اوكي. بحكينا بدنا نعرف خين نعتبر انه في عنا advantage و disadvantage for release primary. طيب شو هي l-advantage? l-advantage او l-disadvantage. نبلش هاي تعتبر disadvantage. كيف يعني؟ بحكينا due to their limited life span لانه primary يعني فترة حياتهم محدودة من 15 انقسامات فقط one cannot do long term experiments with these cells لانه فترة حياتهم مقصيرة ما بقدر اني اعمل التجارب اللي بتحتاج لفترات زمنية طويلة او اللي بتحتاج ل خين نعتبر عدد خلايا كبير اوكي. اذا هذا النوع انه ما بتزبط لتجارب طويلة المدى. هاي تعتبر disadvantage لمن لprimary cell culture ولكن بحكينا بالمقابل في عنا اكيد advantage. طيب شو هي الadvantages؟ انه primary cells are considered by many researchers to be more physiological similar in vivo يعني هي اشبه ممكن يكون او اشبه نوع من انواع الخلايا اللي بيشبه الخلايا خلينا نحكي نصرف الخلايا جوة جسم الانسان بال vivo هي primary cell culture اذا هذا النوع من الكلتور رح يعطينا خلايا هي اشبه نوع من انواع الخلايا ممكن تكون الخلايا يعني بتكسير تشبه الخلايا روكي. يعني معنى اخر الخلايا بالمختبر تشبه كسير الخلايا جوة جسم الانسان. هاي من الadvantages تبعت primary. طيب بحكينا هون في نقطة مش حكينا عنا primary cell culture وعنا continuous cell culture ممكن اني هل ممكن بيجي بيختر عبارة سؤال هل ممكن اني احول primary cell culture لا. continuous cell culture او لسل line يس. كيف اني اجيب هذا ال primary cell culture واعمل له sub-culturing يعني انا عملت primary اوكي بانقول هاي الخلايا مثلا قسمة الخلية خمس لعشر مرات باخذ جزء من الانقسامات الجديدة وبوديها على culture جديد تمام بازرحها على وسط جديد فلما اعمل sub-culturing اني من culture culture اخذ خلايا وارجع ازرحها اخذ خلايا وارجع ازرحها هون بحول primary يعني انا هون خلينا نعتبر هاد البلايت الاساسي كان عليه مجموعة من الخلايا اخذت خلية مثلا هاي اللي احطيت اللي عملت الها مار اخذتها وودتها على culture جديد وزرعتها تمام هاي الخلية تمام زرعتها رجعت نمط اجهت اخذت واحدة منهم فرضا اخذت هاي ورجعت عملت لها ايش sub-culturing فهون انا لما اعمل sub-culturing لل primary cells منها بحول primary culture ل cell launch معنى اخر يعني بحولها لcontinuous cell culture طيب بحكينا شو الاشياء اللي ممكن اخير شو بيحكينا ايا انه شو هي الخلايا اللي انا ممكن استخدم لها primary culture اللي هي الخلايا اللي ما بتنقسم بالمختبر اوكي يعني مش حكينا انه لانه primary cell culture اشبه ما يكون vivo يعني كأني جسم جو جسم الانسان كأنا خليج جو جسم الانسان فعشان هيك فيه نوع من انواع الخلايا ما بتنقسم بالمختبر بشكل كبير زي macrophages and neurons فممكن اني استخدمها وين استخدمها بال primary culture طيب اوكي هون برضو بحكينا عن ايش بحكينا عن فيه نعتبر انواع primary culture او كيف ممكن primary culture عندي بدل الطريقة طريقتين الطريقة الاولى ايش بنسميه تمام هاي اول طريقة والطريقة الثانية اللي هي هون رح نحكي عنها محمد هون الانزايمتك دوسيسياشن اذا لعنا كم طريقة لعنا طريقتين بنبلش نحكي عن اول طريقة اللي هي ايش اللي هي بالنسبة لأول طريقة اللي هي بحكي لك انه انا باجي باخذ قطعة من النسيج تمام اذا باخذ small pieces باخذ قطع صغيرة من هذا النسيج وبعمله attachment بعمله attachment ل culture ولكن هذا culture مش انا باجي بعمله هاي باجي بعمله attach to a glass or treated plastic culture vessels يعني انا بعمله attach لculture او ال medium او الوسط لوعاء ينمو هذا الوعاء اللي انا نميته بيكون معموله treatment يعني بتم معالجته عن طريق البلازما clots او الفايبرونجن البلازما clots اللي هي هتكون الخسرات البلازما او عن طريق الفايبرونجن الفايبرونجن برضه هو نوع من انواع خلينا نعتبر البروتينات اللي مسؤولة عن التخثر او او طيب اذا انا جبت قطع صغيرة من النسيج منتلها attachment ل vessels لculture vessels لوعاء انا بعمل فيه culture هذا الوعاء عاملين التخليق عن طريق البلازما كلوت او عن طريق الفايبرونجن تمام وبعمل وبحط هذا زي ما حكينا زي ما تتفقنا انه بنحط هذا النسيج على هذا البيعاء طيب بعد بحكينا after a few days بعد يعني وبلازقه بالmedium وبحطه على الmedium بعد ايام او بتركه بترك هذا النسيج كم يوم تمام بعد بعد ما اتركه كم يوم الاندفجو والسل will move from the tissue out into culture or substrate where they will begin to dive and grow طيب عشان يعني توضح لنا الصورة اكثر طلا هاي انا جبت لنا نسيج شايفين جبت نسيج كامل اوكي وحطيته بوسط مناسب للنمو بعد فترة بعد few days اللي حيصير انه الخلايا حتصير تتوزع تبتعد عن بعضها تمام وبتظل تتحرك 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 حتى توصل ايش للسطح يعني حتى انها تقدر توصل للسطح تخيل وشوفوا كل خلايا تنمو وتتكاثر هاي يعني هاي برضه ممكن تكون انها تكون واضحة A B C وD انه هاي انا اخذت النسيج بعدين الخلايا بلشت انها تتحرك وهاي بلشت لحالها يعني شوفوا هاي خلية نعتبرها لحالها هاي خلية لحالها واخر اشي كل خلية من هذول الخلايا تنمو بشكل حتى تعطيني النسيج كمان مرة يعني هون شوفوا مش قدرين انا اميز كل خلية لحالها هون نوعا ما بعد عندي القدرة اني اميز طيب اذا الاكس بلانت كالتشار وهو يعني انا مش كثير بستخدمه اللي بصير في اني باخد قطعة من النسيج زي ما حكينا بحطها بميديم وبثبتها على هذا الميديم وهذا الميديم لازم يكون معموله عن طريق البلازما كلوت او بترك هاي العينة عدة ايام ليش نتيجة هاي العدة ايام والفترة اللي تركتها حتى تتوزع الخلايا وتبتعد عن بعضها البعض تمام وتتحدك يعني بظل تمشي الخلايا بتبعد عن بعضها حتى توصل للسطح اللي رح تلمو عليه كل واحدة بتلمو لحالها اوكي هاي مين هاي الكس لانت كالتشار الاشي الثاني اللي هو الانزويماتيك ديسوسياشن من اسمها انزويماتيك ديسوسياشن يعني انا بستخدم الانزيمات حتى انها تيجي تعمل توزع الخلايا تبعد هنا عن بعض وناك وتستنى حتى تتعد الخلايا لحالها هنا لا مباشرة هاي انا جبت هاي شايفين جبت النسيج او جبت الورغان او العضو اللي بدي اول سري كأنا اللي بدي ااخذ منه عملت الريموف للتيشو هذا التيشو عملت له يعني معنى اخر قطعته وبعد ما قطعته حطيته ببروتالاتيك انزويم حطيته بانزيمات هاضمة هاي اللي ببروتالاتيك انزويم بتعمل مش انت قطعت النسيج لقطع صغيرة بس بعدها شكل نسيج حتى اني افصل كل خلية لحالها تمام باجي بقى بحط ببروتالاتيك انزويم بحط هاي النسيج ببروتالاتيك انزويم حتى يصير فينا دارجيشن لا خلينا نحكي الجونكشن اللي بين الخلايا وضل الخلية كل واحدة لحالها وبعدا بنحط شايفين كل خلية بتكون لحالها بهذا الكلتور ما بستنى عليها يعني مباشرة هون بحكينا انه هاي مور وايدليوز يعني بتبنستخدامها اكتر وتعتبر برضو اسرع ليش اسرع لانه انا مباشرة جرد ما جبت النسيج ضفت عليه عملت اذن اللي ببروتالاتيك انزويم انزيمات حاضمة مثال على هاي دارجيستنج انزويم باي دواي معطينا مثالين التريبسل والكولاجينيز الكولاجينيز من اسمه كولاجينيز فبعمل عا تكسير الكولاجين طيب السمت كأنه زي الطوب او الاسمنت اللي هي خلينا نعتبر والروابط اللي بتربط الخلايا مع بعض هالبعض فعشان هيك بحكينا يعني بعدها بتصريعنا كل خلية بنحطها عا كالتور ميد بتلمو اذن شو الفرق بين هيك نستعرض الفرق عسري الاول نوع ليه انه انا بكونت اجيب النسيج وازرعه واثبته وبعد التثبيت استنى عليه حتى كل خلية تنفصل لحالها هون لا هون ليش اسرع لانه مباشرة اوكي نعيد هون ليش اسرع لانه مباشرة انا مجرد ما جبت النسيج بحطه ببروتالاتيك انزيمز حتى يفصل ما بستنى الخلايا انها تنفصل عن بعضها لبعض لحالها بس يجعب قالها لا انا بفصلها وبعدين بثبتها وبزرعها تمام اوكي ان شاء الله يكون الامور لحد الان هيك بنكون خلصنا الان هنتحدث عن النوع الثاني من انواع الكلتورينج الاشي اللي بنسميه الكونتينيووس كالتور قلنا الكونتينيووس كالتور فيه عندنا الفينت والانفينت او الايدفينت بس ان شاء الله تكونوا فاهمين على الى حد الان طيب بحكينا الكونتينيووس كالتور انه احنا بنعمل ديرايب ديفرام السبكالتور مش حكينا هيا حكيناها ملاحظة انه هون بنا نحكي عن مجموعة من الملاحظات بخص الكونتينيووس بعدين نفوت فيها اكتر احنا اتفقنا انه انا ممكن اجيب لبرايماري كالتور مجرد ما عملت برايماري كالتور وعملت سب كالتور للخلايا اللي برايماري كالتور زي ما الرسم اللي رسمناها حكينا انه بجيب خلية او بجيب بلايت باخذ الخلية اللي انا بدي اياها برجع بزرح تمام برضو بتتكاثر باخذ خلية ثانية برجع بزرح بظل اعمل سب كالتور مجرد اللهم صلو وسلم بارك على خلية محمد كيف يعني يعني بالعادة انا بستخدم نوع واحد من الخلايا بهذا النوع يعني بالكونتينووس انا بستخدم فقط نوع واحد من الخلايا ولو نرجع هون ما اعتقد انه شو اسمه اللهم صلو وسلم بارك بس الدكتور كانت حطة صورة او حطتنا صورة انه الكونتينووس بالعادة بنعمل يعني بنجيب نوع واحد من الخلايا وبنعملها نوع واحد من الخلايا وبنزرعها تمام وحتى توضح المعلومة اكثر خليني نعتبر انه اللهم صلو وسلم محمد نوع واحد من الخلايا وبنزرعه بحكينا ولكن يعني خليني نعتبر انه مش كل شي مسلمات يعني مش دايما في عنا لكل قاعدة شوال يعني انا مش بالعادة احكي انا بالهدفي من الكونتينووس اني ازرع نوع واحد من الخلايا طب فرضا انا عندي نسيت فيه انواع مختلفة شو بدي اعمل يعني عندي مثلا جبت قطعة من اكثر من نسيت فبالتالي عندي اكثر من نوع من انواع الخلايا طيب انا بهاي حال شو رح اعمل رح اعصفن لا شو بعمل باجي باجي بالعين اللي عندي وبظل اعمل ايش بظل اعمل اقراجو اقراجو يعني بظل اعمل بظل اجيب العين وانقل اجيب وانقل اجيب وانقل حتى اوصل لنوع الخلايا اللي انا بالدنيا لالسنجل سنتون فبحكينا بسيري بروباقيت الانكالتر for several passages اني اضل اعمل سابكالتر 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 حتى اوصل لنوين للسنجل سنتون طيب حكينا انه عندنا كم نوع من انواع الكونتينواز عندنا الكونتينواز السلاينز تمام اوكي السلاينز اللي هي الفنت والكونتينواز السلاينز الاندفنت تمام هنبلش باول موضوع اللي هو السل لين أو اللي عبرنا عنه بالسلادات السابقة الفنت طيب شو بالنسبة ل السل لين السل لين اللي هو الديفنت وهذاك الانديفنت يعني السل لين هيكون زي ما حكنا انه نعدل عليها ونزيد معدل انقسامها ولكن يعني نحط عدد معين تمام طيب بحكي لنا once the primary cells the subculture has become a sly line هاي حكينا عاها صورنا عايدين ها ثلاث مدار a gradual selection make a cure until a particular cell type becomes a freedom برضو هي حكيناها بعيد نفس مش حكينا انه انا بالعادة بدي اعمل لون cell type فعشان هيك بطل اعمل subculturing 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 حتى اوصل للخليه اللي انا بدي اياها تمام طيب حكينا عنها بالسلايد السابقة بحكينا log growth rate doubling times يعني اللهم صلى الله عليه وسلم ببركة سينا ومحمد اوكي هلا هون بيحكينا انه هاي الخلايا بالوضع الطبيعي log growth rate تبعها قليل بيحكي لك انه انا هدفي من هون اني اجي و اعمل او ضاعف هذا log growth rate بيحكينا لما ايجينا اعملنا على التعديلات وتغييرات وترانسفورميشن اعملنا اعطيناها finite life span يعني زدنا من دورة حياتها غينك او عدد انقساماتها ولكن بشكل محدود حيث انها صارت تنقسم من 40 ل 60 مرة وان finite cell phone undergo transformation and acquire the ability to drive it indefinitely it become continuous cell phone كيف يعني يعني ممكن انه زي ما حكينا ال primary كانت تنقسم معدل طبيعي اذا عملنا لها subculturing حتعطينا اللي هي الفنت cell line طيب بحكينا برضو تمام ال cell line او الفنت cell line اذا عملنا لها subculturing رح تتحول ل continuous cell line او indefinite يعني رح ظل تنقسم للمالة نهاية فالموضوع تدريجي primary شو اعطانا اعطانا خلينا نعتبر ال cell line صح لما عملنا لها subculturing وال cell line لما عملنا لها subculturing اعطتنا continuous cell line تمام اوكي بحكينا الترانسفورميشن طيب احنا حكينا بدنا نعدل على الخلية او بنعدل مش حكينا اذا بدنا نعمل cell line لازم نعمل transformation او modification حتى نحولها ل continuous cell line طيب هاي الترانسفورميشن التعديلات اللي انا ممكن اعدلها حتى انها تتحول ل continuous cell line شو هي انا كم نوع انا ثلاثة تعديلات انا viral اللي بيستخدم viruses spontaneously induced يعني معنى اخر كلمة spontaneous جاي من وين جاي من طفرة يعني صار في عنا طفرة تلقائية هاي الطفرة ما لها ثبب ما لها اندوسة بل صار في عنا خطأ لان فعلا فعليا spontaneous mutations هي صببها اخطأ during replication of dna يعني خلال عملية نسخ ال dna بصار في عنا اخطأ فبيعطونا اشي بنسمي spontaneous mutation اوكي بدون تدخل اي تدخل يعني صار في عنا اخطأ طيب بس عشان قبل ما ادخل على continuous cell line او خليني احكي عن او دكتورة شايل الصورة كمان مش عارشي شو ضدها بس كان في صورة احسن من هاي الصورة واحسن من الشرع مش مشكلة في عنا اشي بنسميه continuous cell line اللي هي النوع الثاني من ال cell line can be propagated indefinitely يعني بظل تنقسم للمالة نهاية خص بظل تنقسم generally they have disability because they have been transformed خل هذا الاشي بدنا بدنا نوضحه او خليني اعملكم مخطط يعني اوضح الموضوع احسن مع ان الدكتورة كانت هي حاطيته بالهاي بس اتسوكي احنا بنرسوم لان وين صار ال cell line اياتا طيب ونعمل اوكي عندنا ال cell line لما اجي احكي لك او خليني نعتبر continuous cell line عشان تكون وضحي لك ان ال continuous cell line اوكي ال continuous cell line عندنا ثلث خيارات كيف يعني ثلث خيارات يعني انا لو الخلية بديها تنقسم للمالة نهاية فعندها ثلث خيارات او عندها ثلث اسباب خليني اعتبرهم السبب الاول انه الخلية تكون تنقسم للمالة نهاية بشكل normal بشكل طبيعي كيف فس احنا نفهم السبب الثاني انه صار في عنا transformation transform خليني اعتبر transform والسبب الاخير اللي هو ايش اللي هو stem cells اذا انا لو بدي الخلية تنقسم للمالة نهاية ممكن ان تكون الخلية بشكل طبيعي تنقسم او صار عليها transform مش نحكينا chemical او viral او spontaneous وعندنا او stem cells اللي هي الخلايا الجبعية اللي ان شاء الله حتكون محاضرتنا القادمة والمحاضرة كثير جميلة يعني عندما تجد احلى محاضرة بالمادة هي هاي المحاضرة المهم normalية كيف يعني انه في خلايا تنقسم للمالة نهاية بشكل طبيعي اللي هي tumor cell مش احنا بنعرف انه واحدة من خصائص الخلايا السرطانية انها تنقسم بشكل يعني بشكل كبير وبشكل لا يعني بشكل لا متناهي او بشكل ما بيتوقف فبحكينا بشكل لا متناهي او بتعرف انه بغض النظر عن صيغة الجملة بس انت فاهمين عليه اوكي اذا في عنا tumor tissue او tumor cell بصر فيها انقسام بشكل طبيعي للمالة نهاية اوكي السمسلز اللي هي رح تكون محاضرتنا الجاي ان شاء الله اللي هي الخلايا الجدعية الخلايا الجدعية اللي هي خلايا اصلا من واحدة من الخصائص انها بتنقسم بشكل لا منتهي اوكي فبرضو السمسلز مسؤولة عن الانقسام الممكن مثلا المسال على السمسلز انها الهيماتو بايتك السمسل اللي هي يعني بس رح احط لكم مثال والمحاضرة الجاي والله رح تفهم في كل شي بخصو الهيماتو بايتك السمسل اللي هي انه لما تكون خلايا الدم بتنقسم يعني تعطينا كل الانواع خلايا الدم بظل تنقسم للمالة نهاية او حكينا انه خلية طبيعية اتعرضت او خلينا اعتبر مش خلية طبيعية هي خلية كانت تنقسم سلان صح او حتكون سلان يعني حتكون تنقسم من 40-60 من قتال من عليها ممكن يكون كيميكا او ممكن يكون بايرل او بحيس انها صارت ايش تنقسم ب سلان فنرجع للسلايدز بحكينا هاي اول حكينا بحكينا لش هي بتنقسم للمالة لانه صار عليها الترانسفورميشن الترانسفورميشن ممكن انها تكون تيومر سل تيومر سل اللي حكينا عبرنا عنها ايش انها نور من سلان يعني بالشكل طبيعي حولنا الخلية الطبيعية الخلية السرطانية وصارت تنقسم للمالة او برضه هاي لها دخل بالسرطانات اني حولت خلية طبيعية لخلية سرطانية تمام واخر نوع اللي هي كيميكال تريتمان اللي حكينا هاي ترانسفورم او يعني صار في عرضنا هاي الخلية لمادية كيميائية بحيث انها صارت تنقسم للمالة النهاية اوكي شو المقصود فيه يعني بحكينا انه هي صح بتنقسم للمالة نهاية والدنسي الكثافة الانقسابة حتى ممكن ان تتراكم فوق بعثها البعض اوكي اللي لما حكينا عنه بالبيو كان انه والله واحد من خسائص الخلايا السرطانية انه احنا الخليط طبيعية خلاص مجرد ما عبت السطح بتبطل تنقسم ولكن خلايا السرطانية تنقسم بظل تنقسم تتراكم فوق بعض حتى تعطينا تجو مرسل لكن اه يعني هون بس التذكير سريع بالموضوع اذا هي بتنقسم بشكل هاي ريد والسل دنسي بتكون كبير ولكن بحكينا انه يعني الفينو الجينتك حتى المادة الجينية او الماء وحتى شكلها خصائص هاي الخلية حتكون بتختلف عن التيشو اللي انا جبت هاي الخلية بعدت كثير هاي الخلية بالوضح بالفيفو بالكائن الحي ما بتشبهها طيب هاي تباحة بيكون عالي حوالي خلص انه خلال ١٤ لأربعة وشرين ساعة بتكون منقسمة هذي كان تباحة قليل بدها من ٢٤ لأربعة وشرين لأثنين وتسعين ساعة حتى تنقسم طيب مشان اذا كانت الموضوع مش واضح اخر شي بيحكينا انه هاي اللي حكينا عنها انها بتبطل بتبطل تشبه الخلية الاصلية حتى انه ممكن يصر فيه عندها جينات غير عن جينات الخلية الاصلية فممكن مثلا بالنوع بالوضع الطبيعي انه الخلية الاصلية مثلا بس عندها جين هذا الجين بيخولها وبيخليها تصنع بروتين اكس هاي ما عندها القدرة ليش لانه صار في عندها تشينج على الجينات بطل تشبه الخلية فما بتصنع البروتين اكس اكس ان شاء الله تكون الامور لحد الان واضحة وما في اي مشكلة اخر شي رح نحكي عنه بالنسبة الكلتور او الكلتور ايش بتسميه الكلتور السي اللي هي الانظمة اللي انا يعني يعني شو فو انا بعرف الوان من الخلايا وبدنا نكون عارفين انه كل خلية لها خصوصيا بناحية السل كالتور يعني والله هاي الخلية مثلا بتحتاج لنيوترنس بتختلف عن هاي الخلية اوكي فانا هون بالسل كالتور بدي اعرف كل يعني النظام خلينا نعتبر بدي اعرف النظام المناسب لزراحة الخلية سين مثلا او النظام المناسب لزراحة الخلية السل كالتور سيستم انه زي ما حكيت لكم من خلية لثانية او من خلية لاخرى بيختلف عنا طبيعة الخلية بالسل كالتور يعني هاي بتها سل كالتور بيختلف عن خلية الثانية في عنا نوعين من السل كالتور بيقسموه لنوعين اول نوع اللي اشي بنسمي السل كالتور طيب شو هات هسا رح نفهمو والنوع الثاني اشي بنسمي الآثيران سل كالتور طيب نحكي عنهم نوع نوع ونميز بيناتهم على السل اول نوع اللي هو من اسمه فلازم تكون الخلية يعني مضرورة انها تكون ملزقة مية بالمية خلاص المهم انها مثبتة كيف لما احكي لكم اني مش عارش كيف اوصل الفكرة بس انه مثلا اه لما نحط مثلا اوكي بدياكم تخيلوا مية الشكل الى حد منها فرضا انا جبت مجموعة من الكرات اوكي باوزان مختلفة اوكي ودخلتهم اه وجيت اغطستهم بالمية كل كرة بناءا على وزنها وبناءا على كثافتها رح تغطس حسب خلني نحكي عمق معين السسبنشن نفس الفكرة هي مش كل الكرات واصلة للسطح مش كل الكرات واصلة يعني هالا قاعر الكاس خليني انو الخلايا بتكون معلقة وعائمة ما بتكون ملزقة بالسطح مية بالمية تمام اسمها انكراج اندبندت فبالتالي هي ما بتعتمد على يعني هلنعتبر الالتصاق بال شو اسمه بالبلايت بحكينا انو مش لازم تكون عاملة attachment مش لازم تكون عاملة attachment عن مين على substrate على اللي هي أقول نحكي السطح والمادة اللي أنا بحكي عنها مثال عليها cells of hematopioetic lineage hematopioetic lineage مثال عليها اللي هي الخلايا اللي بتكون stem cells اللي من نوع hematopioetic اللي هي الخلايا الدم هاي hematopioetic رح تاخدوها او رح ناخدها في المحاطرة القادمة هي النوع من أنواع الاستمسل لتعطينا كل انواع خلايا لدم طيب احفظوا المثال وخمص وسكب على الموضوع حكينا كيف يعني يعني انه ممكن نستخدم الفيزل او الوعاء اللي نحط فيه هذا النسيج وما يكون معالج تمام ما يكون معالج المقصود فيه ما يكون معالج من الزراعة السابقة يعني انه احنا ما نكون معالجينا من الزراعة السابقة يعني انه استخدمنا هذا او هذا الفيزل زراعة نسيج سابق ممكن كمان ان نستخدم زراعة نسيج جيد تمام بدون ما نعالجه ليش لانه يعني منطقيا ما في ولا خلية لزقة بسطح الوعاء فبتال ما في داعي للتريتمين ما في داعي نيعالجه اخر نقطة بحكي لنا requires agitation for adequate requires agitation for adequate gas exchange يعني لازم اني اضل احركها ما هي هي مش واصلة فلازم اني اضل احرك هاي الخلايا اضل احرك هاي الخلايا عشان اتأكد ان كلها مصلها الغازات ممكن مثلا ان هذا الغاز يكون غاز اكسجين ممكن يكون الغاز تاني يقصد كربان حتى بنوع الخلية بس ما اني بحكي عن human سلس حتكون غاز اكسجين تمام واخر شي اللي بيميز هاي انها is easier to passage يعني سهل اني ااخذها بمعنى اخر وعملها sub-culturing ليش لانها مش عاملة suspension مش متبت 100% سوري مش عاملة encourage مش بحاجة اني اخوكها من قاع الوعاء ان شاء الله انه كل الامور لحد الان واضحة طيب نحكي عن النوع الثاني من ال silculture ايش بنسميه الadheeran silculture النوع الثاني ايش بنسميه بنسميه الadheeran silculture الadheeran silculture او بنسميه الanchorage ببندنس يعني هذا ال silculture بيعتمد على انه الخلايا لازم تلتصق بسطح الوعاء لازم اذا ايش الخلايا لازم تلتصق بسطح الوعاء بحكي انه must adhere to a service to survive يعني الخلايا لازم انها تلتصق بالسطح حتى انها تنمو وتتكاثر وتعيش ممكن انه يكون اه اللهم سرطنا محمد هاي الخلايا هتعطينا monolayers تعطينا monolayers لو تتذكروا برضو هاي تذكير سريع بالبيان انه هون احنا عنا هاي البلايت اوكي البلايت بتتذكروا حكينا انه الخلايا بتظل تنقسم 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 حتى تعطينا طبقة واحدة مجرد ما عبت كل المساحة وشغلتها بتوقفت عن الانقسام ليش لانها خلص مثبت معلقة مثبت خلص لزقت بسطح هاي فلازم انها تعبت السطح فقط هاي بالوضع الطبيعي cells derived مثال الانقسامل طبعها cells derived من different tissue زي breast وال liver اوكي growth is limited by service area زي ما حكينا انه growth محدود خلص بما اني عبت مساحة السطح رح اوقف الانقسام واعطيكم monolayer يعني طبقة واحدة ما بعمل مجموعة من الطبقات فوق بعض اوكي once they become completely اوكي النقطة الثالب بحكينا what keys proliferating once they become confluent يعني معنى اخر انه النمو رح يتوقف مجرد مش حكينا انه خلص مجرد ما عبت السطح النمو رح يتوقف خلص هيتفقنا عليها من زمان ورده cells are dissociated enzymatically or mechanically from the service يعني انا لو بدي اعملها subculturing او بدي اعملها passage هاي بتغلب ليش لانه لازم اعمل dissociation اشيلها من السطح يا اما عن طريق الانزيمات او ميكانيكالي يعني ممكن بادوات معينة من السيرفس واعملها subculturing هذي كانت ازير ليش لانها ما كانت ملزقة بالسطح طيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة